اشتركوا في القناة درسنا لهذا اليوم الوحدة الاولى الدرس الثامن افتح كتاب الطالب الكتاب الملون على صفحة دعش الوحدة الاولى الدرس الثامن انوان درسنا هو رسالة من استراليا اقرأ الرسالة واجب عن هذه الاسئلة توجد هنا اربعة اسئلة بعد ما نقرأ القطعة ونشرحها ونترجمها رح نجيب عن هذه الاسئلة نانتين هربر سريد سدني اسراليا جير حال لاحظوا ياي بالبداي اشكل لك هنا بالعنوان قل لك الهتر قل لك رسالة اذن هنا ايضا نبين من عنوانها نبين من شكلها انو هذي شنو انو هذي رسالة تمام الهنان ازي هاي رسالة شنو مكونات الرسالة لما نريد نكتب رسالة بالبداية عنوان هنا نكتبه على الزاوية اليمنى نانتين هربر سريد سدني اسراليا تمام هذا عنوان المرسل اللي هو نانتين هربر سريد سدني اسراليا وبالنهاية الاسم اللي هو كارن تمام يعني اذا انت مثلا تريد دز رسالة الى صديقك تكتب هنا العنوان وبالنهاية تكتب اسمك اي رسالة تبدأ لازم نكتب قبلها كلمة دي ومن ثم اسم المرسل الي يعني مثلا انا اريد ادز رسالة الى صديقتي صديقتي مثلا اسمها ندا اقول ديار ندا تحب انت اذا ولد ترسل رسالة الى صديقك مثلا صديقك اسمه احمد تقول ديار احمد وهكذا كلمة ديار هاي ديار مينز معناها شنو معناها عزيزي انا نعدنا اسم الشخصية مالتنا كارن كارن ارسلت رسالة الى صديقتها صديقتها اسمها هالا تمام هالا وهسا نتعرف على شنو مكونات الرسالة ما شنو تكونت بالبداية اش قلت لها قلتها ديار هالا 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 طبعا هي شنو هالا او حالا نفس الشي صحيح الان اثنين اتهم تكتب نفس الشي هالا 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 can you be back at school now? i went back last week, after a wonderful holiday i went camping with my family and then i stayed with my friend jane for two weeks we had a great time we often walked in the parks and took pictures one day, we went to the museum is there one in pegaged? sometimes, we went to the cinema in the evenings But we usually stayed in and we watched videos and played games Everyone liked fish So for dinner we often had fish cooked on a barbecue What is your favorite food? In my spare time I like collecting photographs of countries around the world I don't have any of your like Can you send me some please? What did you do in the holidays? And what do you do in your spare time? Please write and tell me everything Bye for now Karen Now let's go to the description 19 Herbert Street 19 شارع الميناء 19 شارع الميناء 19 شارع الميناء 19 شارع الميناء Sydney Australia Sydney is Australia Australia The world The world Dear Hala Are you back at school now? Are you back at school now? يعني شنو قصد بها أنت من المدرسة من تقصد بها أنه أنت رجعن من الدوام لا تقصد بها أنه أنت بديتوا دوام بالمدرس باعتبار إحنا كنا في عطلة صيفية مصحيح فإنه دا تقصد بها أنه بدت دوام عدكم يعني بدت السنة الدراسية عدكم Are you back at school now? I went back last week after a wonderful holiday تقول لها إحنا رجع الدوام عدنا إحنا رجعنا للدوام الأسبوع الفائت بعد عطلة رائعة wonderful means رائع بعد عطلة رائعة holiday عطلة I went camping with my family and then I stayed with my friend Jane for two weeks وبعطلتها سوت كارن بدت تتعدد الأشياء اللي سوتها في عطلتها العطلة يعني تقصد بها العطلة ماتة اللي قبل دوام مدرس شو إحنا عدنا هنا عطلة الصيفية كم شهر عدنا ثلاثة شهر أربعة شهر فهي أظن تتحكي لها عن الأشياء اللي سوتها أثناء عطلتها تقول لها I went camping with my family قلت آني ذهبت إلى التخيم مع عائلتي and then I stayed with my friend Jane ذهبت إلى التخيم مع عائلتي وبقيت هناك مع صديقتي Jane for two weeks لمدة أسبوع آن We had great time قضينا وقت great means عظيم هنا جايب معنى عظيم أو ممتع فلهذا قضينا وقت رائع أو عظيم We often walked in the parks and took pictures وأغلب الأوقات تمشينا يعني تنزهنا في المتنزهات وألتقطنا الصور One day we went to the museum يوم من الأيام ذهبنا إلى المتحف Is there one in Baghdad لمن قلت أنه إحنا عدنا وعاني أيضا رحت للمتحف فوجه السؤال إلى حالة كارين وجه السؤال إلى هالة صديقة تشكلت لها قلت هزين أكو واحد ببغداد يعني زين أكو متحف ببغداد Sometimes we went to the cinema in the evenings وبعض الأحيان ذهبنا إلى السينما في الليل But we usually stayed in and watched videos or played games لكن عادتين عن أكثر أوقات قلت لها شاهدنا فيديوهات ولعبنا ألعاب الإلكترونية هاي الجيمز Everyone liked fish الجميع يحب السمك So for dinner we often had fish cooked on a barbecue فلهذا للعشاء قمنا ب شوي السمك We cooked we had fish cooked on a barbecue Barbecue تجي بمعناية أما حفلة تشوى أو مشوى فلهذا أنه طبخنا السمك على مشوى أي بمعناية عن سمك مشوي What is your favorite food ما هو طعامك المفضل هذا وجه السؤال أيضا إلى هال In my spare time في وقت فراغي I like collecting photographs of countries around the world في وقت فراغي أنا أحب جمع صور بلدان حول العالم I don't have any of Iraq كنت أني أحب أجمع صور الدول من حول العالم يعني بكل دول العالم بس أنا ليس لدي أي صورة للعراق معدها أي صورة للعراق Can you send me some please هل تستطيعين إرسال بعض الصور لي من فضلك What did you do in the holidays ماذا فعلت في العطال And what do you do in your spare time وماذا فعلت في وقت فراغك Please write and tell me everything رجاءا أكتبي لي وأخبريني بكل شيء Bye for now وداعا للآن Karen تمام هذا كل فيما يخص القطعة هنا القطعة شن راح يصر بها هس شرحناها فهمناها احنا نخذ المعاني الجديدة وجميع المعاني تكتب في دفتر المعاني وعدنا هذه We had four questions in the paper box في الصندوق البنفسجي حنحل هذه الأسئلة منين نحل هذه الأسئلة اعتمادا على القطعة أوكي اللي هنا ننزل حتسألون تقولون زين هاي اللي بالأحمر شنو يعني أقول لكم هاي اللي بالأحمر نسميها ال-WH question يعني شنو يعني أدوات استفهام جماعة ال-WH هاي طبعا نحن أخذها في درس آخر إن شاء الله بالتفصيل لكن بالنسبة للآن هاشرحكها بصورة عامة عندنا where بمعنى أين تستخدم للسؤال عن المكان وعندك who بمعنى من تستخدم للسؤال عن الشخص العاقل what بمعنى ماذا تستخدم للسؤال عن الأشياء وعندك يعني الماضي يعني الماضي يفعل go go يذهب الماضي 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 شنو وين ذهبه وين باق عادة last week الأسبوع الفائت wonderful رائع holiday عطلة camping تخييم walk الباس مالتها walked قلت we walked طبعا إذا انتبهتوا على زمن الرسالة كانت الرسالة مكتوبة بزمن الماضي البسيط ليش بزمن الماضي بسيط لأن جميع الأحداث دارت بالعطلة والعطلة أصبحت شيء ماضي فلهذا تم استخدام زمن الماضي البسيط فلهذا بالعطلة وردت كلمة walk بمعنى مشى للفعل walk بمعنى يمشي هذا المضارق وهذا الماضي parks متنزهات museum متحف barbecue مشواة أو حفلة شواء favorite مفضل spare time وقت الفراغ collecting جمع جمع send يرسل here we have the four questions هنا نجي على الأربع أسئلة اللي وردت فوق القطعة the first question where does karen come from من أي دولة karen sydney australia two who's jane من jane karen's a friend صديقة karen what does karen like to eat ماذا تحب أن تأكل karen fish لين got the fish my favorite food four what does she do in her spare time ماذا تفعل في وقت فراغها she likes collecting photographs of countries around the world هي تحب جمع الصور بلدان حول العالم so now we have reached the end of our lesson for today I hope you get benefit and enjoy it with me if you have any question please send to me and write for me bye for now have a nice day bye bye bye